صباحكم سعيد مشاهدين الأفاضل نرحب بحضراتكم في هذا الموجز الإخباري أكد الوزير الأول عبد الملك سلال أمس أن مسيرة التعاون بين الجزائر وتونس لن تكتمل دون ترقية البعد الإنساني في العلاقات بين البلدين عبر تكثيف التبادل الثقافي وتعليمي وأضاف سلال في كلمة له في افتاح أشغال دورة العشين للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية التونسية أنه لابد من رفع مستوى التفاعل بين فئات الشباب والطلبة فضلا عن تسهيل التنقل والإقامة لرعاية البلدين وقبل الاحتفال بالذكرى الحادية والستين لاندلاع ثورة تحريرية المجيدة ذكر الوزير الأول أن علاقات الجزائر بتونس لا يجب أن تقتصر على مواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل بل يجب التركيز أيضا على الذاكرة المشتركة لما تحمله من معاني الكفاح وتضام أطلق وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الحملة الوطنية الرابع عشر لصندوق الزكاة خلال لقاء جمعه بأئمة ولاية الوسط وممثلي رجال المال والأعمال المساهمين في الصندوق الزميلة نادية معزوزة كانت حاضرة وعادت لنا بالتقرير التالي 140 مليار سنتيم هي قيمة محاصيل صندوق الزكاة وتحويل ما يقارب 87.5% من الزكاة إلى الفقراء والمساكين خلال السنة الماضية هو ما أكده وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى خلال إشرافه على انطلاق الحملة الرابعة عشر لصندوق الزكاة مفيدا في السياق بأن العائلات الفقيرة أصبحت تستفيد من منح كل ثلاثة أشهر كمساعدة وإعانة لها صندوق الزكاة الذي كما تعلمون طلق في سنة 2003 بـ 11 مليار سنتيم وصل في دورة الثالثة عشر إلى 140 مليار سنتيم في الحصيلة ولقد بدأنا في السنة الماضية بتحويل 87.5% من الحصيلة كلها إلى الفقراء والمساكين وأصبحنا نعطي للعائلات الفقيرة كل ثلاثة أشهر منحة من صندوق الزكاة تستعين بها في صعوبات الحياة وأفاد المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية أن تجميد القروض الحسنة سيستمر لخمس سنوات وسيتم العمل مع بنك البركة لاسترجاع القروض من المستفيدين منها على أن تبعث هذه القروض من جديد إذا كانت مداخل الاسترجاع كبيرة وستوجه إلى التنمية العائلية نعمل مع بنك البركة على عملية استرجاع القروض من الذين استفادوا بها منذ سنة 2004 إذا كانت مداخل الاسترجاع كبيرة سوف نبثها من جديد كقروض حسنة ولكن سوف نرشدها بحيث تكون قروض حسنة موجهة إلى صناعة العائلية أو التنمية العائلية أفكر في آلات الخياطة وآلات صناعة الصوف وآلات التي هي موروث شعبي في الصناعة التقليدية محمد عيسى أكد أن صندوق الزكاة تحيطه الشفافية بالرغم من الانتقادات والملاحظات التي وجهت له داعيا في السياق المحسنين إلى الالتفاف حول هذا المشروع ارتفعت حصيلة الحجاج الجزائريين المتوفين في حادث منن إلى 42 حاجة هذا وسجل انخفاض في عدد المفقودين من 8 حجاج إلى 6 وستقوم لجنة تحقيقات خاصة بالمملكة العربية السعودية من أجل عملية تعويض أهالي الضحايا تفاصيل أوفة في تقرير الزميلة إيمان خيار ارتفعت حصيلة الحجاج الجزائريين المتوفين إثر حدثة التدفع بمشعر منن إلى 42 حاجة لينخفض بهذا عدد المفقودين من 8 إلى 6 حجاج ضحيتها 42 شهيد وأصبح لدينا 6 مفقودين تقلص العدد من 8 إلى 6 حجاج أنت يعرف أهل الفقيد يصدر بيا ليطلع الرأي العام لأن الرأي العام كله يهمه ما حدث وسوف نجتمع بعائلات المفقودين الذين نتعرف عليهم بعد والذين سبق أن أرسلنا إليهم الآيمة حتى يهيئوهم لكل احتمال سوف نجتمع بهم لأخذ عينات من دمهم للتعرف من خلال الأدنة وبخصوص التعويض عن الحادثين أبرز يوسف عزوزة بأن السلطات السعودية هي المخولة للتحقيق في الموضوع وهناك تنسيق مع الخارجية الجزائرية تقرر التعويض أقول أن بعد الحج فهناك الكنصرية العامة بجدة هي من يتابع مثل هذه القضايا سواء ما تعلق بمتوفين في دفنهم وشهادة الوفاة وإرسالها إلى المزارات الداخلية ثم إرسالها إلى البلديات الديوان الوطني للحج والعمر أعرب عن ارتياحه لأداء الوكلات السياحية التي تكفلت بالحجاج مشيرا إلى أن هناك عقد مبدأي بخصوص الإسكان خلال موسم الحج القادم بعد المفاوضات والإعلان عن المناقصة بالمملكة العربية السعودية سلم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمضان العمامرة أثناء زيارة إلى قصر إليزي رسالة من رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة إلى الرئيس الفرنسي فرنسو أولوند وقد رأس الاثنين وزير الخارجية والاقتصاد الفرنسي لوران فوبيس وإيمانويل ماكرون بباريس مع نظريهما الجزائريين رمضان العمامرة وعبدالسلام بوشوارب الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية المسمى كوميفا بمشاركة ممثلين عن الشركات الفرنسية والجزائرية المرتبطين بشركات صناعية وسيتم التوقيع على تسعة اتفاقيات في مجالات النقل، الزراعة والملكية الفكرية في قطاع التربية الوطنية أرجع رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية صادقة زيري تصنيف الجزائر في ذيل ترتيب الدول المغاربية الذي كشف عنه آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول قطاع التعليم إلى البرامج التربوية المنتهجة والتي تهتم بالكمية وليس بالنوعية معترفا بأن الإضرابات التي عارفها القطاع خلال السنوات الأخيرة كان لها تأثير كبير إلا أنه لا يمكن تحميل النقابات هذه القضية بالكامل تفاصيل أكثر في هذا التقرير رغم الإصلاحات العديدة التي يشهدها قطاع التربية إلى أن النتائج المرجوة لم تثمر بعد ما جعل المدرسة الجزائرية في مؤخرة المدارس في العالم الجزائر صحيح أن قطاع التربية والتعليم خذاء من الاهتمام لكن هذا الاهتمام هذا ما زال ما أثمرش ما أثمرش نتائج مرجوة منه وشي هو الأسباب؟ أولا الاهتمام اللي كان في الجزائر كان اهتمام بالكم وليس بالنوع اهتمام بالكمية وليس بالنوعية الإضرابات المتكررة التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة كان لها دور في احتلال الجزائر لهذه المرتبة إضرابات في القطاع التربية صحيح أنها عندها تأثيرات شلبية لا يشك فيها أحد لكن لا نحمل النقبات هذه القضية لأن هناك سنوات لا يوجد فيها إضراب نهائي والقوة الغرعية بقيت على حالها إعادة النظر في البرامج التربوية وطريقة التقويم هي مقترحة نقابات التربية نظر في مناهجنا في مناهج التربوية والبرامج من حيث الكتافة نعيد النظر في طريقة التقويم لنحبذ المدرسة لأبناء التلاميذ نكثر من الأنشفة اللاصفية خاصة في المرحلة الابتدائية والمتوسط لنجعل المدرسة فضاء تربويا يجذب التلميذ إلى المدرسة لا يحس أنه قابع في شجن قابع في بين أربع خيطان إذن على وزارة التربية الوطنية مراجعة حساباتها وإيجاد حلول سريعة وفعلية من أجل النهوذ بالمدرسة الجزائرية التي يبدو أن حالها يسير من السيء إلى الأسوأ عندما تبدع أنامل المرأة الجزائرية في الحرف اليدوية والصناعات التقليدية فلابد لجميع من سلطات معنية ومسؤولين بهذا القطاع إلا الاستجابة فالمرأة إلى جانب مهامها وأشغالها اليومية التي تكاد تملأ وقتها إلا أنها تكافح لإظهار موهبتها وخبرتها من أجل لقمة العيش ومن أجل أن يرى العالم فنها وتعمل على عدم انقراضه روبرتاج للزميل مصطفى زيتين يكتسي قطاع الصناعة التقليدية والحرف في الجزائر دورا رائدا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لما تشتهر به من صناعة الزرابي وخياطة الألبسة التقليدية إلى صناعة السلالي من الدوم والحلفاء ألوان وأشكال عديدة تعبر عن مقاومة سكانها لطبيعة جبلية قاسية بروح إبداعية فنية وجمالية حرفية في الصناعة والدوم من ولاية تيسمسيلت الحرفة هذه متوارثة أبن عن جد والأم في العائلة رانا في الصناعة تيسمسيلت نتعلم في هذه صناعة لاشين طريقة جديدة ومدامين نزيدون نتعلم كثير وكثير في الولاية هذه كريت فيهم كانت غير القفة، كانت غير السجدة، كانت الحصيرات، بقى دينا دي ساك، اللي بنت، اللي بوشت، اللي بورتموني، كاسكتات، صفي حتى اللي بيوز، اللي بيوز، اللي بيوز للرفع من المستوى الثقافة في بلادنا شاء الله المنتوج لنقدمه صناعة الزرابي والحلف التقليدية بجميع أشكالها وليس غريبا أن تجد أغلب العاملين في هذا القطاع إلا منقل كلهم نساء يعملنا بجد ومثابرة متشبثين بإيمانهم في تحقيق صنعة لا تزول ومنهن من تعدينا ذلك إلى تنظيم ورشات للتكوين لمن يريدنا أن يكتسبنا حرفة تعمر منذ أجيال رانا خداما من 96 نعلم ببنيت الورشة الزرابة، الطبية، القشاشي، الحلفة ثاني مكونة، نكون في هذا المجال درت زوج تكوينات هنا في تيسم سيت مع الغرفة وتكوين درته في المنزل يعني نكون تخرج ثلاثة بنات واللي راهم دارين بطاقة حرفين تاحهم نخدم الزرابية التقليدية ولكن رانا طورنا فيها ونعلم عمامتهم البنات البنات اللي رانا نعلموا فيهم بيه نحيو هذا التوراث الجديدنا وتقاليدنا ما نحاوسهم يروحون نحاوسهم أولادنا مننا وهيك إن شاء الله يحكموا فيهم ويخدموا ويطورهم أكثر مننا رانا دارين حلويات تقليدية وهذا التعلام راه داخل في إطار اتفاقية شاركة بين الجمعية ترقية المرأة اللي نمتلها أنا وبين غرفة الصناعة التقليدية اللي من خلالها حنا يا كجمعية نشرف على التكوين ونكونوا الشي اللي عندنا نمدوه الليبنات ونقوموا بعملية تحسيس واللم والمرأة اللي ما كيثة في البيت ولي في الأرياف اللي ما عندها حتى مستوى تأهيلي نجيبها نكونها تستفاد من التكوين بصفة مجانية عندما تبدع المرأة الجزائرية في الصناعات التقليدية باختلاف أنواعها وتبحر بقساوة أناميلها في عالم الحرف اليدوية فلابد إذن للاقتصاد أن يستجيب بالتراث الجزائري والكنز التاريخي ننهي أخبار موجز نشكر لكم طيب المتابعة توريس غا إلى اللقاء اشتركوا في القناة